انا بقى عايز اعلق على حاجة هتوالنا بقى تاني يا جماعة سألك سؤال لما تيجي انت حضرتك هاتو بقى هاتو بقى بتاعلي كانت موجود لقى هتوالنا بقى كلها بقى لما ترسمت كلها الاربعة ثلاثة ثلاثة المفروض اللعيب اللي هيلعب من التمنتاشر للتمنتاشر اللي هو اكتر واحد حيستحوز على اللعب ده بدلنيا لازم يكون واقف على رجليه هل عبدالله السعيد يقدر يعمل كده لا عبدالله السعيد هيبقى الكريت ماشي تمام عبدالله السعيد هيلعب في المساحة دي مش هينزل مش هيلعب من التمنتاشر للتمنتاشر دور واقف الحد هنا لا دوره مش واقف ولا حاجة لكنه مش هيمايل على الجنب يغطي الراجل اللي هيطلع ده لازم طبعا طيب الزهير ده في طريقة اللعبة دي مش الزهير ده بيطلع ده اكيد وبالتالي ده اللي ناحية اليمين ده محمد صلاح مفروض وبالتالي الراجل اللي هيلعب في الناحية دي عنده دور دفاعي خد بالك هو احنا عندنا بتتقلب بتكلم غلط ولا لا 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 ما نحش حالك احنا هنا الشكل ده عامل ان الكريتور ناحية الشمال الكريتور ناحية اليمين والكنترولر ناحية الشمال احنا عندنا العكس احنا عندنا كيروش بيلعب بين الكنترولر ناحية اليمين ناحية صلاح البدني ناحية صلاح اللي هو عمر السلية وناحية الشمال التمانية الشمال اللي احنا تعيين فيها عفشة بقى عبدالله السعيد وفقا لمزار في الاخر امام عشور وفقا لخيالات كيروش فبالتالي انت عندك العكس صناعة اللعبة من ناحية الشمال رايح ناحية فتوح وناحية عمر مرموش الاقوى بدنان اللي يقدر شوية يساند عبدالله السعيد فهي القلب عندنا بالعكس لكن هي كتوزيعة وهو واحد كده واحد كده واحد كده دايمين ده شمال عادي بس في النهاية انا برضو ما بقارنش ما بين منتخب مصر وما بين الفرق الاوروبية هي الفكرة كلها انت لما بتيجي تطبق طريقة انت بتفتح الكتاب تشوف الطريقة دي بتعمل ازاي وقياسا عليها انت لعبتك بتقدر تجيد ولا لا عشان كده انا معايا ارقام اللعيبة اللي في المراكز المؤثرة اللي كيروش مختارة يعني احنا معانا ارقام احنا تكلمنا عشان كده نوضح بقى احنا ما بنقولش احنا مين هيكل عيش عالطريقة دي بالزبط كده مين في الكتالوج يمشي مع شغلان او مين محتاج يزود ايه فيبقى بابا شغلانة بالزبط في بقى بابا في شغلانة معانا هبقى نشوف يلا طيب دعالها نشوف في الاول قلبين الدفاع قلبين الدفاع عندنا احمد حجازي والوينش دول وفقا لاختيارات كيروش نسبة او دقة التمرير الكلام ده على الموسم اللي فات مش على الموسم الحال لو عشرين 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 واحد وعشرين قياسا بنفس الفيديو ده مع التحاد جدا الراجل نسبة التمرير او دقة التمرير بتاعته 85% في حين الافرنج العالمي بنتكلم في 93% وانت طالع فبالتالي انت بعيد شوية عن الافرنج العالمي تعال نشوف القلب الدفاعي التاني اللي هو محمود حمدي الوينش الراجل اعلى شوية 86% دقة التمرير بتاعته فبالتالي برضو انت محتاج تقرب تلمس شوية من التسعين. ماشي. لتسعين في المية. عشان تبقى على بالزبط. على الشكل بتاع الاتنين دول. طبعا انا مش بقارن ما بين هم. ماشي. انا مش بقارن. انا بقول لك. انت بتقول لي انا عايز اوصل لأفضل حاجة في طريقة اللعبة دي اوصل كده. بالزبط. عشان برضو نوضح لكيروش انت رأسك اي عش تلعب كده. ماشي. وعشان نوضح للناس احنا ليه بنلعب الطريقة دي وحش? هو ده الهدف من الفيديو. الهدف ان الطريقة دي بتلعب كزا يا جماعة. واحنا امكانياتنا كزا. احنا بعيد شوية عن القص. ماشي. فنستوعب الموضوع. ماشي. طيب تعال نشوف الظاهرين. اللي هم الاساسيين اللي ما فيش عليهم خلال. لو عندك قادة عقبة محمد اه قطينا وتخش معنا في الكلام. اه. اه. اكرم توفيق. الناحية التانية اللي اتنين كانوا صارعين خمسة وعشرين اه. اكرم توفيق صنع السنة اللي فاتح. ما شاركش كتير برضو سنة اللي فاتح. اربع اهداف. اه. كظاهير ايمن. بالضبط. وصنع فرص عمتا مش بالاهداف. يعني صنع كل الفرص. اه. الناحية التانية فاتح شارك كتير زي ما انت بتقول. ومكانه الاساسي. فصنع هدف اقل من اقرب. لكن عمل خمسة وعشرين فرصة. فرصة مش اسست. اه. فرصة. اللي هي المفروض اه يعني. بعيد. اه يعني. بيولام عليها المهاجم مش هو يعني. ماشي. فبالتالي قياسا بقى بالمقياس العالمي. اه. لسه قدامنا شوية. يمكن فتح شوية في المفرص او صناعة الفرص قرب. اه. لكن. في الاسست بعيد. اه. بعيد شوية. بس برضو عشان نكون منصفين. على الظاهرين انت متلومش على الاسست لان ده شغل مهاجم. مش مش شغل زي الظاهير. اه بمناسبة الظاهرين بقى طالما كده هي الفكرة كلها في النقطة اللي بيقولها عمر. اه. انت بتكا انت جايب الرو الموديل. اه. للباك اليمين فاربعة ثلاثة ثلاثة ارنلد. ايه. وانت بتطالب اكرم توفيق. اللي مش ظاهير اه. مش بطاله. اه. لا مش بتطالك بس عمون موكيروش وهو بيفكر في اخر تحجر. لا 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 عشان ديها تقدينا الابداية. ديها تقدينا الابداية. انا ممقرنش اكرم توفيق بارنلد. ماشا. دلوقتي المفروض طالب من اكرم. ان هو يطبق فاربعة ثلاثة ثلاثة الظاهير العصري. ايه. انت فاهم ازاي. ايه. والي هو بيطلع على حدة. وبيسجل. اه. يعني انت روبرتسون وارنلد هم في ليفر بول هم مفاتيح لايه باساسيين. ده حي. هم محور الفرقة. اه. بشكل كبير جدا. ولما واحد منهم بيغيب ده غياب مؤثر جدا. فانت. بس انهم برضو اخطاق دفعي اه. طبعا. طبعا. بس انا بكلمك في ان. مش ارنلد عندهم بارح واحدة في مطشوك قده. اه طبعا. عندهم. لا بالعكس. بهم اكيد عندهم. والليفل برضو اللي بيلعبه في ايه. بهم ليفل. ليفل الوحش. زي ما بيقول. اه. هي الفكرة كلها ان اكرم توفيق كظاهير ايمن. عايز كتير. عشان تتعتمد عليه بشكل اساسي. فاربع تلاتة تلاتة. هو الراجل قطر الف خيره على اللي هو بيعمله. الراجل دفاعيا. ايه ايه كتير اللي عايزه. يعني ايه اللي بينقصه. عنده الحتة القدام نقصة جدا. عنده زيادة احساس بالمكان اللي هو الظغير. هو اكرم نفسه لسه ما حاسش بحيتة ان هو ايه. ازاي اخد بعلوينجو. هو شغال دفاعي كويس عايز تقول شغال دفاعي كويس. بيعمل النص الاول منه كويس. بدأها. لا محمد هاني الصاب مسيماني دخله. فراجل قده في العيش منه مسيماني. في الحتة دي. انا هقفل لك الحتة دي بس. اللي طالبه مني مسيماني. وكان بيلعب منتو من على على العبعة على حمد الهوني. بيعرف في طبقه. بالزبط. اه. وهايل جدا. انما انت دلوقتي انت طالب منه ان هو يبقى الظهير. اللي بيطلع ويرجع ويعمل الزيادة الهجومية بشكل قوي. سواء صناعة الفرص صناعة الاهداف او التسجيل. وصحب المهاجب كمان يبقى احساس بالمكان. فانا بالنسبالي برضو هي النقطة في اربعة تلاتة تلاتة في طبقها. صعبة على كزا لعيب في مصر من الحيث المركز. انت بيختار طريقة جدا. صعبة على كل لعيب. تكتيكي صحيح. تركيز. الزبط. يعني هو امور اتكلم في النواية يروح ويرجع. هو مش يروح ويرجع بس. اه. هو هيروح ويرجع ويضم في قلب الملعب. عشان الراجل التمانية ده اللي هو الكنترولر يطلع هاب عشان صلاح هيخش فيروي. مم. ففيه بيحصل. اه. انت محتاج كتير عشان العيب تحفظه. التجانس كمان. ونفس الكلام هو كيروش نفسه لما جي تكلم في المؤتمر الصحفي مبارح. قال انا كاس العرب انا اتفجئت بيها. انا راجل مش ساحر. فانا فجئت بكاس العرب فطمام بدي بطولة عايزة تتلعب عشان يختبروا الملعب والفاسيليتس في قطر وكده فطمام لعبناها. هي الفكرة كلها انت جاي يتطبق ارباح تلاتة تلاتة. مع القوامل اللي انت شفت في منتخب مصر وانت ما عندكش فرصة. انت يا دوب دخلت في تصات كاس العالم على طول. ماشي. بعدها كاس الامم. بعدها الملحة التصفيات. فانت ما عندكش وقت ان انت تبطيق تشرب فرقيتك. تشرب المنتخب. خاصة تتجمع منتخبات احنا بنتكلم عليه. ما عندكش لسه سنة او سنة ونص في جاب حلو تعرف اللعيبة مرة واتنين وتلاتة ان انت تستقر على التشكيل وبيشربه الطريقة بتاعتها. هو دايما كده. ما عندوش وقت. هو دايما كده كيروش كده. لو تفتكر ابراهيم كنا عملنا حلقة عن كارلوس كيروشو وانتدش اول ما جاء. واقلنا ان اول مباراة لي مع المنتخب مصر هلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد اللي هي طريق نص. اه اه اه. بس من تاني مباراة هلعب اربعة تلاتةball. وهو عمل كده فعلا. لعب مباراة ليبيا اللي هنا. اربعة اتنين ثلاثة واحد. وليبيا اللي هناك اربعة ثلاثة ثلاثة. لانه عمل كده مع كلومبيا عمل كده مع ايران. فهو بيجي شوف الفرق بس انا شايف او انا مقتنع ان احنا جايبين دلوقت الرول مودل بس احنا بعيد عنه احنا بعيد عن الشكل ده اه هو انا انا مش بقارن وبقول احنا عايزين اقرم يبقى مكان ارنب لا 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 افاهم طبعا اه لكن انت لو انت عايز الرول مودل بيعمل 95% فانا بشوف ان احنا بنعمل من 65% دول احنا بنعمل 60% فانت محتاج كتير ده لو جبنا ال 60 بالزبط اه يعني انت محتاج كتير وده مش عب اللعيبة بالمناسبة يعني اقرم لو انا بشوف ان اقرم مش سيء هجوميا بالعكس اقرم له مساهمات هجومية كويسة وفي التلاتة اربعة تلاتة بتاعت نوسماني بيقدر يوصلوا بيقدر يعمل لكنه في الاخر مكتهن اه طبعا بلظبط مش حتته طيب عشان كلا هتلاقي مساهمات فتوح الهجومية اكتر لانه في الاخر حتته